اهلاً من كل حضراتكم في أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وزي ما كنا بنوه في المقدمة في حلقتنا النهاردة هنتكلم في الفقرة دي عن الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية هذا الاتحاد الوليد نسبياً لأنه تم تأسيسه سنة 2020 وبالمناسبة هو بيدوم ست ألعاب أكيد حابين ناخد فكرة عنهم وعن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاتحاد ده اللي هنعرفه من الأستاذ أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية خيشت معي الإلكترونية آخر حرفين لزقوا في الجغلة وعندتش أفصلهم سعيد بيجوني معاك وصباح الفل وصباح الفل على جميع المشاهدين وأنا سعيد في واجدي في قناة النادي الأهلي واشي الخيم على الاتحاد يعني الحمد لله دي دايماً والله الديوفنا بيقولوها بيجوا معانا عندهم بطولة عندهم لسه حاجات يعني وقفة فالحمد لله بتمشي فده حاجة تسعيدنا نورتنا قبل كده كانت تريباً من سنة واتكلمنا عن أن لسه الاتحاد مؤسس يعني مؤخراً وحديثاً وكان تحديداً في عشرين وعشرين وبيضم مفروض ست ألعاب قليلاً سريعاً نسمع من حضرتك أكتر ونعرف من ساعتها لحد دلوقتي إيه اللي جد هو الاتحاد بيضم أهم خمسة في ستة تم استبعادة في لعبة تم استبعادة لعبة أورادي تم استبعادة طب نعرف عنهم ونعرف إيه اللي جد طاولة وضمنة والفوت فولي اللي هي زي ملعب فولي بس الكوفة القدم والكوف بول دي لعبة ما بين البسكت واليد واللعبة الأخيرة دي الليدو دي لعبة ألكترونية دي لعبة الألعاب اللي استبعادة اللي استبعادة تيك بول ليه بقى؟ تم استبعادة لأنه فيه التحدي دولي يعني لسه يعني لسه يعني عشر شعب بتاعها في مصر تير حبينا نكس في الخمسة ألعاب دولة ويقدم إيه بقى الاتحدي ممكن لحد يجي قولك وبصراحة يعني خلي يكون برضو يعني يقولك يعني الآلعاب الطرفهية نحن بنا لعبها كده وإحنا بنسل وقتين التحدي أيه وبتاعي ونخش يعني بطولات ومين اللي هيشارك يعني أكتر حد فاضي هو اللي عنده وقت يلعب ألعاب الطرفهية هو اللي هيشارك يعني خلينا نرد على ده هي الألعاب الطرفهية أصلا في بداية إنها ألعاب أصلا فيها ألعاب زهنية بتساعد على التفكير وفيه ألعاب رياضية زي الفوتفولي والكوفبول الألعاب دي كلها لها اتحدات دولية لها بطولات عالم بتتعامل تقيام كل سنة في دول كتير يعني قال الاتحاد فيهم في حوالي خمسة وخمسين دولة إحنا الغرب بتاعنا إن إحنا نخلي الناس مفسو الألعاب اللي هي زي الطاولة والدمنة في أجواء صحية يمفسوها أن أي حد الدولة انت حقق أنت تبقى بطل تمثل مصر إحنا في بطولة دمنا عملناها في شهر اللي فت هنشارك بالأبطال بطوحة هنشاركوا في بطولة العالم القادمة في الدمونيكين في بطولة طاولة في كاس عالم هنشاركوا بتمانية الجاي إن شاء الله برضو هنعمل له منتخب عن طريق كذا سلسلات بطولات يعني اللي هي ففصة أن أنت أي حد بمعارس الألعاب دي أن أنت ففصة تخش المنتخب وتمثل مصر وتشارك في بطولات عالم لأي درجة إحنا عندنا أستخدمي لحضرك من حاجة جزء كبير من مورسنا الاجتماعي فيما يتعلق بالترفيه بند الترفيه بشكل عام إحنا عندنا لعيبة محترفة في رياضات كتير أعتقد ممكن يكونوا نواة لتشكيل منتخب متميز إلى أي درجة إحنا كمصريين عندنا خصوصية في الألعاب الترفيهية هي بالنسبة للألعاب الترفيهية هو بالله في يعني إحنا وطبعا مصر في الطاولة والدمنة إحنا طبعا الشعب بيحبها جدا والناس بتمريسها بشكل كبير جدا في كل بيت دي موجودة طاولة والدمنة إحنا حتى عملنا بطولة طاولة والدمنة يعني عملنا بطولتين في الطاولة والدمنة كذا شارك فيها يعني أسعدنا بصراحة أن البطولة شارك فيها سيدات شارك فيها رجال شارك فيها زوء الهمم يعني كان فيه ميكس صعب أن تلاقيه في أي لعبة تانية الناس كلها شاركة ويتحبة عندها طموح الفوتفولي برضو إحنا عملنا منها كذا شكل عملنا حاجة اسمها فوتفاميلي يعني والي الأم وابنه أو بنته أو والية الأم وابنها فكان فيه برضو كان شكل أسر شوية إحنا دائماً ألعب بتاعتنا فيها شوية يعني زي من الإسم ألعبتها فيها يعني الناس تبقى مفصوطة أو سعيدة هلتنا بسه حلوة طيب إحنا حنستأذر حليك هنطلع بواصل سريع ونرجع نكمل معاك بقية التفاصيل يهلا بيكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع من ضمن الحاجات اللي عرفتها يعني قبل ما ندخل في حضراتكم الفقرة دي من نستعد حالياً لبطولة العالم أنا ما تخيلتش الممكن يجي علينا يوم وانتقال كي بلنا بيك بطولة العالم للدومن وبطولة أفريقيا للطاولة المصطلحات جديدة علينا نسي بس ليه في بطولة فعلاً وبيتم الاستعداد لها حالياً دي البطولة 16 في الدومنة بطولة العالم 16 اللي بتتعمل هتتعمل في الدومنيكان هيشارك فيها 42 دولة في شهر عشرات جاية إن شاء الله ومنتخب مصر إن شاء الله مشارك في أول بطولة دولية بإذن الله دمعنا كده إن إحنا عندنا اتحادات في دول كتيرة جداً للألعاب الترفيهية موجودة يعني كم دولة عندها إحنا الطاولة في حواليه حاجة 60 اتحاد دولي لا للألعاب الترفيهية ما هو إحنا الاتحاد الميزة إن إحنا اتحاد يتبع كذا اتحاد دولي يعني هو الطاولة لها اتحاد دولي منفصل معقولة؟ والشاترениج مش تبعنا الإحنا بأحضر إحنا فتبولي ليها اتحاد دولي كان لسا بطولة أبطا عدة شركة لفصلة بين الرياضات الزهنية وبين الألعاب الترفيهية هم برو فا عاملين لكل لعبة تحاد يعني الشاترنج لي كيان لكيان مستقل إتحاد مستقل إتحاد مشارمر الطاولة ليها اتحاد منفصل ببرو الدا starring لها اتحاد دولي منفصل في دول عملة زينا زي العراق فيما عماللا في الألعاب دي في الاتحاد واحد وفي دولة فصلها فإحنا هنا في مصر المعالي الوزير كان مجمع هذه الاتحادات كلها في الاتحاد واحد اللي هم الأفضل الخمس العاب اللي اتكلمنا عليه طيب عايز أقلك حاجة إحنا 20-20 نتعامل هذا الاتحاد تماما مين صاحب فكرة أصلا في العالم اتحاد ليه الألعاب الترفيهية هو المسمى صاحب الفكرة معالي وزير الدكتور أشاف صبحي هو صاحب الاسم ده في مصر في مصر هنا أنا بأتكلم في هم أخذوا من الأول كان كل اللي عمل لها التحاد منفصل إحنا ما عملنا الاسم عجب ناس ببقى في دول العابية بتاعت دولة تعمل لها التحادات وتاخد نفس الاسم ليه الفكرة طب مين أول حد عمل الدومينو مثلا معلومة دي مش عندي يعني أول التحاد دوم أن كان في أميكا الجنوبية اللي أنا عافها دوم أنا مشوعة جدا في الأميكا يعني كل تعمل أميكا الجنوبية بتلعبها أميكا الوسطى لحد المكسيك أميكا بابدو عندها التحاد قوي جدا طب إحنا لما بنيك كلم على أي اتحاد رياضي من ضمن آلية العمل بالاتحاد وفكرة اللي بقى فيه مثلا معسكرات بيبقى فيه النوع ضمن الأمور في الرياضات الترفيهية إيه شكله نوع المعسكرات اللي بتتعمل عشان مثلا رياضة أو يعني لعبة التاولة أو الدوملو مثلا إحنا إيه شكل الاستعداد لأي بطولة مستقبلية إحنا بطولة العلم اللي جاية دي عشان لسه أول بطولة إحنا نعمل زي معسكر للعيبة للمسافة الكاس العالم هنضيهم شوية لشان تعليمات التحاد دولة مختلفة شوية عن مصر إحنا ببعض المجالين لعبها كنا مسهلينها شوية للناس هنضيهم كل التعليمات وكل الولزي بتاعت البطولة عشان يشتغلوا عليها إحنا للفترة الجاية إن شاء الله تعليمات من معالي وزيش شباب رياضة هنبدأ نعمل مراكز الألعاب طفهية هنبدأ بمراكز الشباب والأندية هنبدأ بمراكز الشباب والجزيرة التنمية رياضية في الجزيرة التنمية الشباب في الجزيرة والتجمع الأول هنعمل فيهم مركزين للألعاب الطفهية وكل محافظة بعد كده نفضل تشغالين هنعمل مركز للألعاب الطفهية في كل محافظة على أساس أن أي حد ممكن يشارك ويخش يتعلم الألعاب دي لأن فيه قطاع جداً فيها الكبير جداً بيمارسة طيب ممكن برضو عشان ناس تهيوا بتابعنا اللي تقولك طيب إيه المغزة من ده يعني هل اللعيبة أو الناس المتشارك بتاخد عائد مادي بتاخد أي بانفت لأن خلي بالك في الأول وفي الأخير أكيد دول طالما على المستوى الترفييف الناس دي بتشتغل منهم اللي بيتعلم منهم اللي بيدرس يعني احنا فيه بطولات عندنا بنيعملها بمقامل مادي بس هو الغرض بفضل ما بيضع في الأخير أن انت بتنافس في أجواء تبقى مبسوط فرحان الناس برضو بتقابل بعضها يعني الغرض الترفييف فعلا على حساب الوزارة أي زائر ياضة أن انت تنمارس في ياضة أن انت ممكن تمثل منتخب مصر تطلع السفر بس فيها سفر وفيها فلوس وفيها تكلفة ده بيبقى التكلفة على حساب الوزارة طبعا على الوزارة بتطلعشف صحي متكفل وداعم جدا للاتحاد فتر الفيت اللي يلاقي نفسه يعني موهوب مثلا في الطاولة في الدومنو هل يجي يتقدم للاتحاد أو يتواصل مع مين لو عايز يلعب اللعبة دي بشكل احترافي احنا لفترة الجاية هنعمل حاجة سلسلة تتحدى نفسك دي هتبقى كل شهر هيبقى في بطولة للألعاب كلها هتبتدي في شهر 11 الجاية ان شاء الله وببضل هنعملها في مولات يعني هننزل نقرب للناس شوية هنعمل زي ملاعب متلقلة هتبقى في المولات في الأماكن العامة هو لو عادي شاك في الاتحاد في نوعين من الاشتراك في الاتحاد اول نوع ان هو هيبقى لعيب خوف هيخش يشترك في الاتحاد على طول مقابل مادية هيتفعه في الاتحاد وفيه تبع نادي او تبع هيئة شبابية ورياضية عن طريقها بيخش يشترك في الاتحاد كويس جدا دي معلومة حلو نختم بيها لشان برضو لو اي حد عنده مواهبة احنا دائما واهب كتير الهاوي والكافيهات والبيوت وغيره يعني هنلاقي طبعا نور تاني يا سازة احمد بجات نشوفك رايب ان شاء الله بالتوفيق انا سعي جدا متوقدي معاكم شكرا جزيش وبكده ننتهينا من الفقرة الاولى هنطلع فاصل ونرجع بقى عشان نتابع مع حضراتكم التقرير اللي تم تصويره كان تقرير خارجي صورته نهوان مع ابطال منتخب مصر ليه كرة القدم للساق الوحدة فقرة جميلة جدا ارجوكم تابعوها معنا ونشوفكم على خير بكرة بإذن الله إلى دقاء